فمثلا دائما كما تنهضوا فككل سنة من عشر المحرام تنجد هناك سلوكات طائشة من طرف بعض المراهقين وهنا تندعو الأباء والأولياء أنهم باش يكون الحرص باش ما يكونش يخرجوا باش ما يعطوش أولادهم يشتريوا هذه المفرقعات هذه مثلا تشدو ذلك جيكس واحد جيكس يسعلوه في العافية وتنعفوه الجيكس يشعل هذا في العاية وتتطير منه ذلك الشضايا لتتمس أطفال أخرين في العيون ديالهم وتنعفوه فيها تتمس العين أو تتمس مثلا التياب ديالهم تشعلت ذلك الدفاع العافية وهناك من مثلا ليشتريوا مثلا غير المفرقعات أنه ضبطا على ذلك المراهقين اللي تقوموا بقارورات بلاسيد بذلك المال قطع وتلحوه على الناس على التياب ديالهم وعلى الحواجهم وعلى اللحم ديالهم فهذا تنعفو ذلك اللسيد أنه يلاقص العم ولا تسبب واحد الخطر اللي هو كبر أو يلاقص خلاص يلاقص الأطراف ديال الجسم العيني ولا شعار تسبب واحد الخطر فهنا كجميع الدعوة ديالنا هو للأباء هم للأولياء وباش ما يبقاش هالتصرف الطائشة لتدفع مجموعة ديال المواطنين باش نهار عشرة يمشون لتعمروا المستشفيات والمستوصفات بهذا بالناس لأن هذا دخلت العافية العينو هذا قصو لاسيد هذا قصو هذا فهنا هات السلوكة الطائشة بنا باش نحدو منها وبنا باش يكون دور أيضا ديال الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والأمر الوطني والسلطة المحلية باش تقوم بتدورها للحد من هات السلوكات هذي بحيث نجدو هات المنتجات هذي تتباع علانية هناك منتجات تتباع علانية عند الطجر من هذك القنابيل الصغاط يتباعوا الطجر هات تجزل المناسبات الهم ديالهم هو الربح بأي وسيلة على وإن شملت تقيم مقنة تجارتهم خطرا على المستهلك إذن هنا كلي تيبيع عشي علانية تتمشي لعدموا اللحانو تشتريم عنده القنبول تشتريم عنده ذاك المتفجرات لكل الشهوب وكانين تتباعوا عن طريق التهريب اللي تتمشي عنده محطهم شعلانية ولكن تبيعوا تتمشي عنده لدار دياله ولا شي شي كروسة حطة وتشتريم عنده ذاك القنبول تل ديال خمسين درهم سبعين درهم مية درهم للقنبولة واحدة وتنعفو ذاك القنبول ذاك ذاك المتفجرات حي تتفجر را تتحرك الحيب كاملة إذن هنا يجب أن تكون واحد المراقبة التي هي صارمة على هذه التجار هذه المناسبات وعلى هذه الناس التي تضحيه بالصحة المستهلك المغربي إذن الربح ولو على صحة المستهلك وهنا اللي نريد أن نأكد عليه أيضا هو المراقبة في الجمارك إن هذا اللي كان شي متفجرات يدخلو عن طريق الجمارك إذن قلنا كان أنهم تدخلو بطرق ملتوية وكانين اللي تدخلو بغير ما ماشي بطرق ملتوية ولكن يدخلو إذن خلص تكون إحنا تلك الطرق الملتوية خلص يكون هناك يكون هناك مراقبة صارمة باش ما يدخلوش هاد المفرقعات هادو يدخلو عندنا البلاد ديالنا إذن رسالتنا للأبا والأولياء والأمهات ديال هاد المراهقين اللي تشتريوا هاد المفرقعات هذي وتنعفو راه هاد المفرقعات لتتسبب ما شكله هي كبيرة على الصحة ديال الإنسان وتنشوفوا مراهقين هناك متابعة قضائية فالمحاكم منبعته اللي متابعة ولكنت متابعة فالقضاء دايما راه تنصف هادوك صاحب صاحب الحق فهنا بنا راه اللي مشتاح صلاح نحن نقوله هنا كينة دورية اللي تتنص على هذا لمشتاح حصل أنه تستعمل هاد المفرقعات أو تيبيع أو يتاجروا فيها فهنا راه يعاقب طبقا للقوانين والقرارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر